بكم في شرح الشاطبية في القراءات السبع ما زلنا في مذاهب القراء في ياءات الإضافة تحدثنا في الحلقات الماضية عن خلافاتهم في ياءات الإضافة التي تعقبها همزة قطع مضمومة أو مكسورة أو مضمومة وتحدثنا في الحلقة الماضية عن ياء الإضافة التي بعدها همزة وصل سواء كانت مقترنة بأل للتعريف أو منفردة ونتابع في هذه الحلقة ياءات الإضافة التي لا تعقبها أي من هذه الهمزات همزات وصل أو قطع أرحب أولا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد أسلام القضاء أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة مرحبا بكم حياكم الله نبدأ على بركة الله يقول النظم رحمه الله ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحيا يجئ بالخلف والفتح خولة ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحيا يجئ بالخلف والفتح خولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أليه وصحبه أجمعين هو فعلا هذا هو القسم السادس من الأقسام كما ذكرت وتفضلت به بداية وهو همزة الوصل التي بعدها غير الهمزة عفوا ياء الإضافة التي بعدها غير الهمزة ياء الإضافة التي بعدها حرف غير الهمز ومع غير همز وطبعا لم يقول مع غير همز يعني مع غير همز لا همزة قطع ولا همزة ولا همزة توصل نعم جاء الخلاف عن القراء في ثلاثين موضعا نعم ثلاثين موضع وعددها طبعا سيعددها مع نسبة كل موضع للقراء الذين وقع الخلاف لهم فيه نعم فبدأ بكلمة محياي ومحياي يجئ بالخلف والفتح خولة معنى هذا الشطر البيت كلمة محياي التي وردت في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين هنا طبعا الحديث هنا ومحياي يجئ بالخلف يعني ورش يسكن كلمة محياي بالخلف بخلاف عنه إذن له وجهان وجه الإسكان والفتح من أين عرفنا أنه يتكلم عن الإسكان طبعا لأنه جاء قال بعد ذلك والفتح خولة لما يقول والفتح خولة إذن النهب الأول هو الإسكان تمام هذا باب مفهوم المخالف نعم والفتح خولة طبعا هذه ستتهم بالخاء ليس بأغفر لكم يعني تروا لا أثبتهم بعد ذلك تمام يعني الستة ما عدا نافعهم المرموز لهم بالخاء فكلهم يفتحون هذا يقول ومحياي ومماتي بما فيهم قالون هو أخو ورش من أين أخذنا طبعا نقول والفتح خولة أي أنه قالون ليس مع المسكنين ليس مع الفاتحين هو مع المسكنين نعم هو مع المسكنين إذن عندنا نافع الآن خلينا نرتب قراءة نافع قراءة نافع بالروايتين بالروايتين له فيها الإسكان الإسكان لقالون ولورش ولورش من أين أخذنا الإسكان قالون من قوله والفتح خولة نعم إذن قالون ليس معهم ولم يرد في حالة الإسكان لأنه نص على الإسكان لمن لورش بالخلف بالخلف إذن الآن قالون يسكن قولا واحدا ورش له التسكين والفتح بقية القراء لهم الفتح قولا واحدا إذن ثلاث مجموعات محيائي نعيدها مرة ثانية قالون بالإسكان قولا واحدا نعم ورش له الفتح والإسكان بقية القراء الستة لهم الفتح قولا واحدا هذه الياء مختلفة عن الياءات التي مضت بأن قبلها ألف مدية حسنت فإذا سكنناها يلزم إذا سكننا أصبح مد لازم أصبح المد لازما بمقدار ستحركات نعم وهذا الذي سنراه الآن في التطبيق طبعا طيب ومحيائي ومماتي ومحيائي ومماتي ومحيائي ومماتي ومحيائي ومماتي ورشته الخلاف في تسكين الياء وفي فتحها ولكن أيضا له أيضا الخلاف فيما قبل الياء بهذه الألف التقليل والتقليل والتقليل فتح والتقليل نعم نعم طبعا بقية القراء ومحياية بالفتح قولا واحد نعم نعم طيب نستمع إلى البيت الذي يليه يقول النظم وعم علا وجهي وبيتي بنوحي عن لوان وسواه عد أصلا ليحفل وعم علا وجهي وبيتي بنوحي عن لوان وسواه عد أصلا ليحفل تمام أيضا هذا بيت قائم بذاته ليس له من قبل ولا من بعد لأنه التعداد اللي وارد فيه خلافات القراء منحصرة في هذا البيت نعم فقال عم علا عم علا رمز رمز كلمي في عمه وهو يعني بذلك نافع وابن عامر وعلى حفص صحيح إذا نافع وابن عامر وحفص لهم في هذه الكلمة الأولى اللي هي كلمة وجهي الفتح لهم فيها الفتح وعم علا وجهي من أين عرفنا أنه فتح بالعودة إلى أقرب مذكور والفتح هو إلى وعم علا إلا أنه إذا لم يأتي كلام فاصل بين العود إلى أقرب مذكور هذا أيضا مهمة جدا ليعرفها إخواني فإذا يقول عم علا يقول وجهية وجهت وجهية أسلمت وجهية لله رب العالمين ووجهت وجهية للذي فطر السماوات والأرض وطبعا مقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء يسكنون أسكنها غيرهم أيضا بعد ذلك قال وبيتي بنوح عن لواء بيتي ألاحظ هنا التخصيص كلمة بيتي في سورة نوح ولمن دخل بيتي هذا هنا فتحها حفص وهشام وأسكنها غيرهما ولمن دخل بيتي مؤمنا أي حسنت ولمن دخل بيتي مؤمنا الذي يسكنها حفص وهشام ليس في كل المواضع وإنما فقط في سورة نوح يسكنها حفص وسواه هنا الضمير عائد على سواه يعني سوا موضع نوح سنت مش سواه سوى القار لا سوى الموضع هذا يعني سائر المواضع التي في القرآن الكريم عد أصلا ليحفل مثل أن طهر بيتي للطائفين حفص ونافع وهشام حفص ونافع عد أصلا ليحفل حفص ونافع وهشام إذن جاء معهم من هناك عن لواء حفص وهشام نعم هنا أضيف سائر القراء أضيف لهم نافع نعم بقي سائر المواضع عفوا سائر المواضع أضيف لهم نافع مثل بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والقائمين أيضا نفس الشيء وطهر بيتي للطالحين هذه إذن الباقون بالإسكان هذا هو مدلول هذا البيت بخلاف القراء الوارد فيه إذن لدينا كلمتان في هذا البيت ولكن الكلمتان يتتكرر في سورة نوح وفي سواءها وجهية وبيتية نعم نعم طيب نستمع إلى وجهية في كل القراء طبعا ليس في خلاف بين الهاتف وبيتي في نوح لها خصوصية وبغير نوح طيب نستمع إلى التطبيق أسلمت وجهي لله وجهت وجهي للذي فطر السماوات أسلمت وجهي لله وجهت وجهي للذي فطر السماوات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا أن طهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين 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 هذه ختمت بحمزة ورعى فيه وقف حمزة نعم نتابع البيت الذي يليه يقول النظم ومع شركائي من ورائي يدونوا وليدين عن هاد بخلف له الحلى ومع شركائي من ورائي يدونوا وليدين عن هاد بخلف له الحلى هذا البيت أيضا مستقل بذاته هنا أعطانا في الشطر الأول كلمتين الخلاف فيهما بين ابن كثير وسائر القراء شركائي ورائي في كلمة شركائي أين شركائي الذين كنتم أين شركائي قالوا أين شركائي قالوا نتحدث نحن الآن على اللياءات التي ليس بعدها حمزة أين شركائي قالوا آذناك وأيضا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت نعم هنا فتح ابن كثير الياء في كلا الكلمتين دونوا دونوا لأن مروز له بالدال من دونه هو ابن كثير وفتح الياء في كلا الموضعين ومقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء لهم الإسكان في هذين الكلمتين هنا الشطر الثاني لاحظ ماذا يقول الشطر الثاني وليدين عن هاد بخلف له الحلى يقول هنا أسكن الياء في الموضعين طبعا بعد أن تكلم عن غريق قال فتحه نافع وهشام وحفص ياء وليدين لكم دينكم وليدين وليدين هذا فتحها من نافع وهشام وحفص بقية القراء إذن يسكنون وليدين طبعا هناك طبعا وليديني أو وليدين في قضية الدين في مسألات الياء الزائدة سنتكلم عنها في موضعها إن شاء الله هنا أيضا لما قال بخلف هنا بخلف لأقرب مذكور اللي هو المرموز له بالهاء الذين يفتحون نافع وهشام وحفص والبزي بخلف والبزي بخلف نعم نعم قال هؤلاء الثلاثة ثم قال عنهاد بخلف وليديني عنهاد بخلف له الحلا نعم فالخلاف هنا منحصر في البزي البزي عن ابن كثير البزي عن ابن كثير نعم ذلك البزي له فيها وجهان الفتح والإسكان وطبعا هذا الشطر أرجو أن أوضحه بشكل يعني هي قضية وليدين هي كلمة واحدة صح ولا لا نعم لكن من الذي فتح فيها لكم دينكم ولي دين حفص وهشام ونافع والبزي عن ابن كثير نعم الوجه الثاني للبزي هو الإسكان تبعا لبقية القرى صحيح صحيح هنا قيدها ولي دين حتى لا يلتبس بمواضع أخرى نعم ليست داخل في هذا طبعا طبعا الكلمة الدين هنا قيد نعم لتخرج غيرها من اللي التي في القرآن كله نعم نعم ستمر معنا بعد القرير ربما ولي نعجت نعم أيضا قيد هنا لي دين في سورة الكافرون طيب نستمع إلى التطبيق ونعود أين شركائي قالوا أين شركائي قالوا أين شركائي قالوا من ورائي وكانت من ورائي وكانت من ورائي وكانت من ورائي وكانت لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ننتقل إلى البيت الذي يليه وهو أيضا قائم بذاته نعم مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفل نعم أيضا هذا بيت مستقل كما تفضلت به نعم مماتي أتى انتهينا منها إذن هنا مماتي ومحيايا ومماتيا لله رب العالمين هذه كان الخلاف قبل قليل بكلمة محيايا في ياء محيايا في ياء محيايا هناك في البداية قال محيايا يجئ بالخلف والفتح خوله فانتفقنا أن نافعا له فيها الإسكان بخلف عن ورش نعم الآن ومماتي ومماتيا لله هنا طبعا نافع بتمامه يفتح ومماتي أتى نعم مماتي أتى فصار عندي إذن محيايا ومماتي إسكاني الأولى سنرى التطبيق لا التطبيق سيبدأ من ومماتيا لله رب العالمين حتى ما سيتكثر لا أنا أريد من الأخ المشاهد أن يركز على موضع الشاهد طيب لا يوجد مشكلة لكن هو لما يركب الوجوه عنده الفتح والتسكين بمحياي والفتح قولا واحدا بمماتي سير عنده الاثنين في اثنين اربعة وجوه يقالون له التسكين قولا واحدا في محياي محياي والفتح قولا واحدا في مماتي ومماتي ورش له الفتح والتسكين الفتح والتقليل عليه الفتح في مماتي نعم سير ثلاث وجوه ثلاثة وجوه طبعا بالإضافة إلى مسألة ما يتعلق بالتقليل والتقليل نعم بوضع الفتح والتقليل إذن مماتي أتى هنا نافع أتى المرموز له بأتى يفتح كلمة ومماتي لله رب العالمين بعد ذلك ماذا قال قال أرضي صراطي بن عامر أرضي صراطي بن عامر يعني أن ابن عامر فتح الياء من أرضي إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أسكنها غيره هو يقتضي خلاف بعد ذلك قال وفي النمل مالي دم لمن راقن أو فلا يعني ابن كثير وهشام والكساي وعاصم مالي ألا أرى الهدهد في النمل أحسنت لها الموضع في النمل مالي لأن هناك لاحظ معي هنا قال هنا أرضي صراطي بن عامر هذا انتهينا منه أرضي وصراطي بن عامر وفي النمل مالي لكلمة مالي الواردة في سورة النمل تحديدا من الذي فتحها فتحها ابن كثير وهشام والكساي وعاصم تمام هذه في قوله مالي لا أرى الهدهد وأسكنها طبعا غيرهم هذا ما يقتضيه هذا البيت من قراءات طيب نستمع إلى التطبيق وسنلاحظ خلافات أخرى موجودة إضافة إلى فتح أو تسكين الإضافة تمام ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما وإن هذا صراطي مستقيما وإن هذا ضراطي مستقيما ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد نتابع البيت الذي يليه وهو أيضا قائم بذاته يقول النظم ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عنجلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عنجلا طبعا الشطر الأول وبداية الشطر الثاني كلها خاصة بحفظ لحفظ حفظ عولا قال ولي نعجة ما كان لي في الموضعين ما كان لي عليكم وما كان لي من علم هذه الثلاثة كلمات ثلاث كلمات يفتحها حفظ تمام مع معي في ثمانية مواضع نعم في ثمانية مواضع طبعا نذكورة فأرسل معي بني إسرائيل ولن تقاتلوا معي عدوة معي صبرة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ونجني ومن معي من المؤمنين إن معي يا ربي سيهدين فأرسله معي يرد أن يصدقني نعم طبعا هذه اللياءات الثمانية اختص حفظ بفتحها نعم إذن في عندي هنا كلمتان لي نعجة ولي في الموضعين ومعي في الثمانية مواضع ثلاث كلمات هذه خاصة بحفظ إذن باقي القراء يفتحون يسكنون اللياءات في هذه الكلمات الثلاثة نعم والظلة الثاني عنجلة الظلة هنا طبعا المقصود بها سورة الشعراء للآية القرآنية التي جاءت فيها لم ترد هذه الكلمة إلا في سورة الشعراء فذلك سميت عند العلماء سورة الشعراء بسورة الظلة فقال والظلة الثاني لاحظ هنا كلمة معي التي وردت في سورة الظلة ثانيا أي وفي الموضع الثاني شارك حفص فيها ورش نعم عنجلة عنجلة نعم عنجلة في الموضع الثاني من سورة المراد بقوله في الثاني اللي هي قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين لأن المعي يقولنا في ثمن مواضع نعم هذه الحفص خاصة موضع الثاني من سورة الشعراء حفص وشعبة حفص وورش عفوا نعم ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ننتقل الى البيت الذي يليه وهو البيت الثامن عشر بعد المئة الرابعة يقول النظم ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا انا اؤكد على حركات في الشاطبية حتى يستقيم الوزن وكما حررها العلماء المحققون نعم صحيح هذا كلام احيانا يقتضي الامر انك تنقل واحيانا يقتضي انك تبدل الهمزة واوى هذا لا بد منه الليه ضرورة ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا المرموز له بالجي ما هو ورش عن نافع يقرأ هاتين الكلمتين طبعا قال في قوله تعالى وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فتحها ورش وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون نعم وايضا الثانية وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا بالنسبة للشطر الاول ويا عبادي يصف الصاد مرموز شعبة شعبة رحمه الله عن عاصم يقول يا عبادي لا خوف عليكم جميل بالفتح يا عبادي لا خوف عليكم في سورة طبعا الزخرف هنا في سورة الزخرف لذا قال يا عبادي اصف والحذف عن شاكر دلى هنا اتانا باللطيفة قال هنا الحذف الياء هنا في هذه الكلمة يحذفها حفص ويحذفها حمزة والكساء وابن كثير حفص والكساء وابن كثير واثبتها ساكنة غير شعبة يعني شعبة يثبتها مفتوحة غير شعبة وغير هؤلاء يثبتها يثبتها ساكنة اما هؤلاء فيثبتونها طبعا يحذفونها 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 هذه اصلا اذا هنا صار عندي اعطاني بالابيات وهنا طبعا مقتضى الحال اتاني بمن يثبت ومن لا يعذف كأن سائلا سأل انه هذه محذوفة قال له لا الذي يحذفها عن شاكر دلى يعني هو عندما يقول بقية القراء يثبتها والذي يفتحها وحده هو شعبة 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 نعم عبادي يصف نعم والحذف عن شاكر دلى حتى لا يظن ان باقي القراء كلهم يثبتونها مشكنة ولذلك هذا هذا الذي ادى به ان يذكر الحذف والاثبات هنا مع ان هذا مكانه وين في آت الزوائد نعم لكن ذكره هنا حتى لا يظن ان مقتضى يعني المخالفة مفهوم المخالفة ان غيره يسكن نعم قال انتبه الحذف عن شاكر دلى هذا يحذف لا يفتحه سنرى كيف حذفتنا طبعا ما بشكل دير نعم وَالْيُؤْمِنُوا بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم نأتي إلى البيت الأخير في هذه الحلقة يقول الناظم وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي فيها سينة سك فتكمل وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي فيها سينة سك فتكمل تمام بارك الله فيك الحقيقة البيت واضح شطران كل شطر له كلمة وفتح ولي فيها فيها طبعا هنا قيد وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وورش وحفص يفتحون ولي فيها مآرب أخرى جميل واضح وباقي القراء يسكنون ولي فيها مآرب أخرى الشطر الثاني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي في سورة ياسين سك فتكمل حمزة يسكنها وما لي لا أعبد طبعا على وكل على أصلي في المد سكنها طبعا بالوصل والوقف نعم فتحها غيره طبعا وصلا وأسكنها وقفا نعم لا شك لأن وما لي فيها سينة سك فتكمل ما لي ما لي لا أعبد لا شك لأنه وقف عليها لا بد أن يسكن لا بد أن يسكن طبعا سكنها هنا المقصود به سكنها في الوصل لما قال طبع وما لي فيها سينة سكن أي وصلا طبعا فإن وقف عليها سكنها في الوصلية سكنها بطبيعة الحال لا شك لا شك طيب باقي القراء يفتحونها وصلا يفتحونها وصلا لا شك والجميع كلهم يسكنها وقفا نعم بارك فتكمل اكتملت يا آت فتكمل نعم هذا من إشارات الشيخ طيب نستمع إلى التطبيق الأخير في هذا الباب طيب يا سيد ولي فيها مآرب أخرى وما لي لا أعبد الذي فطرني نحن عادة نقول أسئلة الحلقة في هذه الحلقة لضيق الوقت سؤال الحلقة سؤال واحد سؤال واحد لكنه سيكون شاملا يا شيخ السؤال يقول حرر الخلاف بين القراء في فتح أو تسكين هم يا الإضافة التي بعدها غير الهمس مع الدليل لما تقول من الشاطبية هذا سؤال يساوي عشرة أسئلة صغيرة طيب شكرا جزيلا لكم نتابع بإذن الله مشاهدين الأعزاء في الحلقة القادمة يا آت الزوائد التي اختلف فيها القراء بين الحذف والإثبات والإثبات نلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته ولكن ما تبغي من الناس كفآن أخا في قاتل ويضي تجملا وليس لنا إلا دنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسين تأولا وقل راحما 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 حيان وبيتا فتنساوي عشرة أحسين تأولا وإن كان زيفا غير خاصة أحسين تأولا